العديدة اللي لعبها مع السنوات الأخيرة في الأندية الجزائرية يعني الأهل قدر يفرد قلمته في ملاعب عديدة في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة فنتمنى يا رب الفترة اللي جاي بإذن الله يكون فيه يعني أرقام قياسية في الفترة اللي جاي أكثر اللي أهل يبالعب على كسر أرقامه القياسية ما بلعبش على أرقام قياسية لأي فرق تانية كمان من اللقطات المهمة جدا وللأسف عدت على ناس كتير يعني الناس كلها ركزت في الفويس والمحادسة اللي ما بين اللعيبة لكن لعطة الكابتن ساير عبدالحفيز ما يفعش عديها لأن من ضمن الفيديوهات اللي تم عرضها إصرار وفرحة وحماس الكابتن سايد مدير الكورة وقت إحراز الهدف وفرحة التعادل في التوقيت ده لأن الهدف ده كان بمثابة الهدف القاتل وعلى رأي المعلق التونسي رقوف خليف لما قالك الأهل السلطان هذا الزمان الأهل عارف أوقاته وعارف توقيتاته اللي يقدر فيها يحرز فيها الأهداف التاريخية قدامكم بص الصورة الكابتن سايد سجد في الأرض شقر ربنا سبحانه وتعالى ورفع إيده للسماء الصورة دي على فكرة اندلت بتدل أن فيه ضغوط ضغوط شديدة جدا على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى الكابتن ساير عبدالحفيز مدير الكورة تحديدا يعني الصورة دي بتعبر عن موسم واثنين وثلاثة فيها ضغوطات كتيرة قوي على عمل مدير الكورة تحديدا شوفوا فرحته وفرحته بهدف عبد المنعم وركزه كمان يمكن للأسف اللقطة ممكن ما تكونش معنا محضرناهاش يعني لأن الموضوع جالي كده فجأة وأنا بتكلم على موضوع الكابتن سايد شوفوا فرحة الكابتن سايد في احتفالية البطولة الحداشر لما نزل في مراكب محمد الخامس وراح لعلي معلول شوفوا كان جاريته عاملة إزاي هاتوا نفس الجارية دي والحماس ده والجارية ده في عشرين عشرين لما نزل استاذ القاهرة بعد إطلاق مصطفى غربار صفرة النهاية وفوز الأهل على الزمالك في نهاية إفريقيا نفس الجارية نفس الحماس نفس الفرحة نفس التحدي اللي عنده معجون بموضوع الكابتن سايد بأمانة والصور دي مهم جدا نستعرضه عشان بنتكلم على الزكريات الجميلة في بطولة الحداشر كل بطولة لها فيلم وصائق ممكن نستعرض منه ونتكلم فيه حلقات وحلقات خلال الفترة الأخيرة ده كان جزء أو ده كان جزء مهم جدا المتعلق بالسوشيال ميديا واللي تم فيه الفترة الأخيرة طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع عندي موضوعين عايز أتكلم فيهم قبل ما نروح لآخر أخبار الترند لأن الموضوعين دول مهمين جدا وفيهم تفاصيل والكواليس ينكم محدش برضه تكلم فيهم قبل كده وهنتكلم النهاردة عليهم عشان فيه نقاط لازم جمهور الأهلي ياخد باله من التفاصيل دي في الفترة اللي جاية كل ده ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة